دخان حرائق كندا يخنق جيرانها الولايات المتحدة أول المتضررين وقد لا تكون آخرهم السلطات الكندية أعلنت محاولتها إخماد نحو 423 حريقا نشطا 246 منها خارجة عن السيطرة تسببت الحرائق بالقضاء على حوالي 3.8 ملايين هكتار فيما تحولت مقاطعة كيبيك لبؤرة للحرائق حيث ينشط فيها 160 حريقا إلى جانب عشرات الحرائق الأخرى في ألبرتا وكولومبيا البريطانية وأنتاريو دخان حرائق الغابات القادمة من كندا سيؤثر على أكثر من 55 مليون شخص في مناطق الشمال الشرقي ووسط الولايات المتحدة أبرزها نيويورك وبوستن وواشنطن نيويورك المعروفة عادة بسمائها الصافية سجلت أسوأ مؤشر لجودة الهواء عالميا وفق موقع IQR السويسري المختص في مراقبة حالة الهواء وصى مخاوف بانتقال الحرائق إلى غابات الولايات المتحدة المتاخمة على بعد أكثر من 5800 كيلو متر من كندا حيث تقع النرويج يتوقع أن تدفع الرياح بدخان الحرائق إلى هناك وفق مسؤولين نرويجيين حيث سجلت جزيئات متطايرة من الدخان جنوبي النرويج بينما تحرك الدخان فوق جرينلاند وأيسلندا منذ الأول من يونيو الحكومة الكندية تتوقع السمرار نشاط الحرائق بصورة أعلى من المعتاد وصدبابية توقيتي ومكان توقف السحب الدخانية وعودة الهواء لطبيعته لارتباطها باتجاه الرياح وسرعتها لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر